ما إن نتحدث عن سيارة ما مثلاً إلا وقد وجدنا إعلاناتها أمامنا نبحث في السوق عن قميصاً معين فنجد إعلانات القمصان تنهامر عبر شاشاتنا وغالباً ما نقول لابد أننا مراقبون تقرير جديد على صلة بموضوعنا أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية يقول إن وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة قامت بعملية مراقبة واسعة النطاق للمستخدمين بهدف كسب المال من المعلومات الشخصية تحليل استمر لسنوات أظهر أن كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين قد جرى جمعها من قبل شركات تواصل اجتماعي أو من خلال وسطها هذه البيانات بإمكان الشركات الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية قالت إن كميات هائلة من معلومات شخصية لأمريكيين مكنت تلك الشركات من حصاد مليارات الدولارات سنويا وبحسب التقرير فإن الإعلانات المستهدفة هي ما شجعت الشركات على جمع بيانات المستخدمين ما يضع الربحة في مواجهة الخصوصية